بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بالجميع أعطيكم ألف عافية نريد أن نكمل اليوم موضوع القواعد الوحدة الثالثة الثلاثة الثلاثة المستقبل موجودات في الدوسية صفحة 89 لصفحة 92 في الفيديو الماضي قلنا بأن المستقبل المستقبل البسيط لكي نعبر عنه ول زاد الفيربون أو أم إز آر قونكتو والفيربون إمت بستخدم ول زاد الفيربون قلنا بستخدمها إما مع قرار لحظي أو توقع من دون دليل هسا القونكتو قلنا بستخدمها إما مع قرار مسبق نية يعني أنا ناوي من أول أو بستخدمها مع توقع مع دليل يعني توقع بده يصير في المستقبل بس ما بني على دليل نيجي لسوي مراجع بس لمثالين على كل حالة أو يعني مجموعة أربع أمثل على هاي القاعدة مثلا المثال الأول حوار بين اثنين A و B A بقول لبي لا يوجد لدينا حليل بي شو بقول له I know I some from the shop مدام هو بعرف إذن بده يشتري من البقالة شوية حليب إذن I am going to get قرار مسبق يعني هو مقرر من أول أنه يشتري الحليب شوف المثال الثاني بنفس الحالة There is no milk بقول له لا يوجد لدينا حليب حقا I some from the shop بده أجيب من الدكانة إمت قرر؟ قرار لحظي إذن الأولى قرار مسبق والثانية قرار لحظي إذن I will get المثالين الثانيات اللي بشرحوا الفرق بين التوقع مع دليل وتوقع من دليل The weather forecast is good for the next few days نشرة الجو بتقوله أن الطقس رح يكون جيد خلال الأيام اللي جاية القليل اللي جاية It very sunny رح يكون الجو مشمس إذن هنا عندنا توقع مع دليل شوه الدليل؟ كلام الأرصاد الجوية إذن It is going to be المثال الثاني أخي يعتقد أخي يعتقد It tomorrow أخي يعتقد أنه سأضطر بكرة هل إعتقاده مبني على دليل؟ لا إذن تثلج بكرة هل توقعه مع دليل؟ لا إذن It will snow الآن هؤلاء الأستاذ بلزموني لكي عندما نتحدث عن الـ continue أصول perfect ما ظل لدينا مشكلة في الـ simple future إيش البدنية ننتقل الآن الأستاذ على الـ future اللهم محلاء اللهم صلى على سيدنا محمد الحلات الـ future simple future the future continuous and the future perfect الآن في الـ simple future قلنا في حالتين subject will verb one وباقي الجملة subject am آمد من إن أستمر المرأة هذه نستخدمها مع توقع من دليل قرار لاحظيه قرار مسبق و قمنا بأصلاح و قراري توجد منها و قلنا قمت بتدريع العالم هذه اللحظة لها أم فيها أكثر عن ما سيحدث في المستقبل و لكن المستقبل مع المستقبل ما سيحدث في المستقبل نجعل المستقبل المستقبل المستمر من ناحية الشكل هو عبارة عن سبجكت Will Be Where One مع ING وباقي الجملة Will الفعل المساعد Will مع B مع Where One مع ING نأخذ مثال I will be cleaning my room to write يعني معناها أنا اليوم بالليل سأكون قاعد منظف في الغرفة هل أنا بلشت؟ لا هل أنا قاعد أشتغل في تنظيف القرف الآن؟ لا هذا الحكي سيكون مستمر إمتى؟ في المستقبل فإذاً عندما نتحدث عن مستقبل المستمر نحن قاعدين نتحدث عن اللهم صلى الله سيدنا محمد نتحدث عن خط الزمن هاي اللحظة هاي ناو إشي رح يستمر يبلش يستمر وينتهي في المستقبل إذاً إش رح يكون مستمر في المستقبل فيها أما أنا أعرف أين تبلش و أين تخلص أو عند لحظة معينة إنه رح يكون الفعل قبله مستمر و بعده مستمر فعشان هيك أنا بحاجة لإيش؟ أنا بحاجة لدليل على المستقبل طيب نيجي بهذه المناسبة نيجي نقولكم ما هي دلة المستقبل؟ إذا كانوا فينا نكسته 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 مثلاً في 2025 كيظر كنبالاً، في أتئباً، في اتنافق، في أشياء الأشياء، بالموقع، في أشياء وتitudini وثبت ما هو مستقبل أنا أريد أن أفكر في الجملة هل هي و آخر المائدة وا أمودة و أو عبر العامة؟ هل هي القرار راحدي أم قرار مسبق؟ هل توقع مع دليل أم اتوقع؟ توقع إليس دليل أنا أريد أن أساسة على دليل في المستقبل ولكن لا تقصد حالية أريد أن أتتصل في حالة المادة نوع أخرى سيكون لدينا من الثاني في المستقبل يعني ما بين عام عام 2025 و 2027 أو بين الساعة 7 و الساعة 9 اليوم بالليل يعني بدنا من إلى في المستقبل أو بين كذا و في المستقبل يعني بين الساعة 7 و الساعة 9 اليوم بالليل بين 25 و 2027 يعني لازم يكون فيه دليل على المستقبل مع واحد من هذول أو لازم يكون فيه إن رقم وقت طايم مثلا أو يعني معناها في اليومين اللي جايات in 3 years في الثلاث سنين الجايات أو 3 years time يعني لازم يكون فيه عندنا رقم 1, 2, 3, 4, 5, 6 إلى آخره والtime اللي هو days, weeks إلى آخره يعني عندنا هنا 1, 2, 3 إلى آخره مع كلمة مثلا days, weeks, years إلى آخره هاي أستاذ من أدلة the future continuous أو يكون فيه عندنا at زاعد وقت الساعة 7 أو this time زاعد خنا نقول مستقبل هذول الثلاثين لازم يكونوا في المستقبل إذن هو مش رح يكون لحاله يعني the future continuous مش رح يكون لحاله لازم يكون فيه معه دليل من إلى طيب خلينا نأخذ أدلة the future perfect وشكل the future perfect عشان نخش على الأمثلة ونكون عندنا مقارنة بينهم كلهم هسا the future perfect من ناحية الشكل هو إبار عن subject will have مع verb 3 will have مع الثلاثين يعني معناته إشي رح يكتمل أمتى في المستقبل مش حسا لا بديو يكتمل في المستقبل فمثلا إحنا أستاذ لما يجي المثلة وخط الزمن هو إشي رح يكتمل في المستقبل رح يكتمل أمتى في المستقبل قبل نقطة معينة يعني أنا مثلا بدي أكتب الواجب قبل ما أنت تروح يعني لسا أنا ما كتبت الواجب بدي أكتبه قبل ما أنت تروح إذن أنا رح أخلص قبل ما أنت تروح إذن قبل نقطة معينة في المستقبل إيشي بديو يكتمل في المستقبل مش هسا بديو يكتمل في المستقبل فعشان يبين عندي أنه رح يكتمل في المستقبل أنا بحاجة لا دليل على المستقبل مع نفس الإشي دليل على المستقبل معه مثلاً buy زائد future 2025 مثلاً buy 2025 وهذه أستاذ تذكرنا buy زائد الماضي فتروحوا وتراجعوا لنا قواعد ال past perfect ما الفرق بين هاي وبين هاي وهذا إذا كان في معنا مجال نكتب لكم أمثلة عليها طيب او buy زائد subject و verb 1 buy ويكون وراها مضارع بسيط مش ماضي بسيط ما احنا قلنا buy زائد ال verb 2 بكون الجواب بتاعها هاد و verb 3 او هاد بين ال verb ing ال past perfect continuous هنا لازم يكون عندي buy زائد ال verb 1 وبنكتب لكم عليها امثل ان شاء الله او لازم يكون في عندنا at زائد وقت او this time زائد مستقبل وهذول الثنتين في المستقبل فانا بلاحظ استاذ انه في انا هنا at زائد مستقبل وهانا at زائد مستقبل او this time زائد مستقبل صفت هاي دليل المشترك بين the future perfect and the future continuous هسا الفرق بينهم انه هاي راح يكون مستمر وراح يكون هاي شمالها مكتمل يعني هاي بدي يكون مستمر في المستقبل معنا الجملة وهاي مكتمل في المستقبل كيف سبنا نيجي نحكمام هذا خلنا نيجي ناخذ مجموعة من الامثلة مبدئيا عشان نأسس للي احنا قاعدين نحكي عنه لو جينا حجم للولا I my homework tonight في انا دليل على المستقبل tonight اذا هذا ايش راح يحصل في المستقبل بس هل هو مستمر يعني في عندي from to عندي between وقت time او قدت الساعة سبعة المساء لا بس عندي دليل على المستقبل فهانا استاذ مدام ايش راح يحصل في المستقبل بالدرجة هل هو when ولا going to عشان ايك احنا ركزنا كثير عليها طيب انا بدكت بالواجب اليوم بالليل هل هو قرار مسبق لا هل هو توقع مع دليل لا اذا هذا قرار ايش لحظي اذا I will write I will write شوفوا الجملة الثانية I my homework tonight انا اللي بدكت بالواجب اليوم بالليل from seven half past to nine half past انا بدكت بالواجب اليوم من الساعة سبعة ونصر تسعة ونصر يعني انا راح ابلش شغل في الواجب من الساعة سبعة ونصر لساعة تسعة ونصر يعني عندي ايش بالمستقبل ورح يكون من فترة الى فترة اذا will be writing نجوس على الجملة الثالثة I my homework by seven half past انا بدكت بالواجب اليوم بالليل by يعني قبل الساعة سبعة ونصر مدام عندنا by سبعة ونصر اذا راح يكون ايش الفعل اكتمل يعني انا بكون خلصت الواجب قبل الساعة سبعة ونصر يعني هاي احنا هسا الساعة احداش اللي انا قاعد بصور فيها لسه احداش الصبح لسه سبعة ونصر بالليل ما اجت اذا انا بكون خلصت قبل السبعة ونصر اذا اي will have written يعني استاذ انا راح يكون عندي اللهم صلى الله سيدنا محمد دليل على المستقبل بس مش لحاله لازم يكون في عنا كلمات دالة عليها زي اللهم صلى الله سيدنا محمد من الى between كذا and كذا ان رقم وقت time or at this time or this time in future this time next week this time next year this time next year بس لازم يكون فعل معنا ايش ماله مستمر في المستقبل الفيوتر بيرفكت واللي ها والفيرب 3 بدي يكون عندي buy زاد المستقبل 2025 او buy زاد subject to فيرب 1 عشان يبين انه قبل هاي النحظة او بدي يكون عندي add زاد المستقبل او this time بس بدي يكون الفعل ايش ماله مكتمل طيب نوخذ امثلة ثانية نيجي على هذول الثلاث امثلين نقرأهم ونشوف شو الفرق بينهم i think that i english next year انا بعتقد اني راح ادرس اللغة الانجليزية السنة الجاية ايش راح حصير في المستقبل i think that i english in three years time في الثلاث السنين الجايات انا بدي ادرس لغة انجليزية i think english by the time you arrive انا بكون درست انجليزي قبل ما انت تيجي وانتبهوا هانا هاي باي شو جاي معاها arrive where one اذا كلهم فيهم دليل على المستقبل كلهم فيه دليل على المستقبل بس الاولى فيها next year بس لحالها اذا هانا بدي ارجع هاليا going to or will we where one وهانا استاذ مدام ما في عندنا قرار مسبق لانه بقول i think ولا في عندنا توقع مع دليل اذا راح اجاوبها i will study طب الجملة الثانية i think that i english in three years time يعني في الثلاث السنين الجايات in رقم ووقت مع time اذا i will be studying الجملة الثالثة i think i english by the time you arrive انا بتوقع اني راح اكون دراستي انجليزي بالوقت انت روحت فيه اذا هانا عندنا باي زاد الاسبجكت والفيرب one اذا i will have studied انا بكون دراستي انجليزي وخلصت قبل ما انت تروح معنش نوخذ كمان مجموعة من التمارين ونوخذ مجموعة من الامثلة الثانية الثانية نترجع اساد على الدجة ولكن دعينا اسكر البرداية لانه الشرس قلنا أستاذ أنه فيه أن الفيوتر إلو الحالات التالية والفيربون قوانكتو مع الفيربون آمو الزؤار قوانكتو مع الفيربون أو أستاذ فيه أن اللهم صدع سيدنا محمد هياً حسنًا نترجع من البداية وقد تجدcho أن أفهمنا ما هو الفرق بينهم والفيربون قد يكون يدليل على المستقبل أوتبقي وقت في المستقبل يجب ان يكون الفرق مستمر المحدداء بارد تغير قد يكون الفرق مستمر يوجد الفرق مكتمل هذه هي الفرق الأساسي بين الثلاث أزمنة هذا سيكون مستمر في المستقبل نحن على الأمثلة كيف تعمل بالأمثلة؟ نحن نعمل على الدليل نحدد الدليل على المستقبل ونرى أستاذ هل هو مستمر أو مكتمل؟ قرار لحظي أو توقع إلى آخر هل أنت قررت هل أنت قررت أين تريد تمضي عطلتك؟ نحن لدينا أستاذ أنت قررت دعنا نضيف كيف يمكن أن تبيننا بالمستقبل؟ هل أنت قررت أين تريد عطلتك؟ هل أنت قررت أين تريد أن تريد عطلتك السنة الجاي؟ لا يوجد كلمة أشياء هل هو مستمر أو مكتمل؟ لا، نحن نعود إلى المستقبل البسيط قرار لحظي أو قرار مسبق؟ قرار لحظي أو قرار مسبق؟ قررت هل أنت قررت أن نبسك على القرار المسبق؟ هل أنت نستخدم قاموز هل أنت قررت من أنتم تريد عطلتك؟ هل أنتم تريد عطلتك؟ هل أنتم تريد عطلتك؟ هل أنتم تريد عطلتك؟ نرى الجملة الثانية أبوه سيكون شغال في هذه الشركة ما بين عام 2023 و2025 إذن فيه عندنا في المستقبل 2023 وعندنا 2025 كمان في المستقبل ومعطيني بين كذا وكذا إذن هاي سوف يكون مستمر في المستقبل إذن من نجي نقول Will be working نيجي على الجملة الثانية The government this road by 2026 الحكومة راح تكون خلصت هذا الطريق زي مثلا زي طريق الباص السريع بحلول عام 2026 إحنا بالأردن الله لن يجوز يخلصوا بجوز المهم عندي باي ومستقبل إذن أم راح يكون وخلصوا قبل لـ 2026 إذن will have finished الجملة البعدية The students Their exams next week الطلاب رح يقدوا يأخذوا الامتحانات الأسبوع الجاي في عنا بس كلمة next week يعني ما في عندي إشي يدل على الاستمرارية في المستقبل ولا أنه راح يكون مكتمل في المستقبل الولاد بدي يأخذوا الامتحانات الأسبوع الجاي هل هو توقع مع دليل ولا من دون دليل توقع من دون دليل إذن the students will take يعني كيف تصير طب توقع مع دليل مثلا نصير يقول according to the exams schedule بناء على جدول الامتحانات الطلاب رح يأخذوا الامتحانات الأسبوع الجاي هاي بصير إيهاش going to بس بما انه فيش عند دقائر next week رح يجوب إيهاش will have finished المثال الخامس this time next week we our final exams زي هاي اللحظة الأسبوع الجاي يعني مدام عندي this time next week إذن مباشرة yeah will be will bear by and g yeah will have will bear by three our final exams في زي هاي اللحظة الأسبوع الجاي بنكون إحنا قاعدين نقدم الامتحانات إذن طلعوا يا الإجابة will bear one مع ing yeah will have وbear by three إذن أنا أستاذ will do بدي أستبعدها و are going to do بدي أستبعدها ليش لأنه في عند دقائر next week طيب ضل عندي will be doing ولا will have do طلعوا هنا بالخلاف ما قلتلكوا done إذن هاي الجملة كلها غلط لأنه إحنا بدنا will have والverb three إذن هاي غلط والإجابة الوحيدة أشياء will be doing وهاي أستاذ أسلوب الوزارة يعني مستحيل يجبوني أستاذ جملة فيها إجابتين الجملة رقم ستة i u an email at nine half past أنا أبعدتك الإيميل على الساعة تسعة ونوص اليوم طيب هل أنا بكون قاعد ببعد فيه ولا بعدت وخلصت مدام أنه أتزاد وقت في المستقبل إذن الإجابة إما will be والفيرب وان معي انجي أو will have وفيرب ثري مبدأيا فإذا will send نستبعدها going to send بس تبعدها فصفت عندي will have sent ولا will be sent هناك شيء يسمى will be مع سنت الفيرب ثري نحن في عنا will be والفيرب ينجي إذن هاي غلط والإجابة الوحيدة كمان إيش هي will have sent وهاي كمان أسلوب الوزارة طيب عشان نأكد على الموضوع بنا نعطيكم كمان شوية جمل نحلها مع بعض ونشوف كيف نشتغل فيها نروح أستاذ على الجمل الثالي طبعا أستاذ أنا بنصحكم يكون معاكم ورق دفتر تكتبوا علي هاي الامثلة عساس انظر ترجعوا وتدرسوا منها look at the plane at land look at the plane طلع الطيارة بدها تهبط land معناها تهبط إذن عندنا مثلا انظر إلى الطائرة انظر إلى الطائرة it land الطيارة بدها تهبط مش هضا إش رح سيح في المستقبل طب هانا ارجعني على will 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 one or will will is will going to بما انظر أنا قعب أقول انظر إلى الطائرة إذن هذا توقع مبنى على دليل إذن it is going to land it is going to land نشوف الجملة رقم 8 do you ever think about what you in 10 years time هل عمرك فكرت في انت شو بدك تسوي بالعشر سنين الجايات يعني هاي بس لك على الخط المستقبل مدام عندي ان رقم وقت time إذا رح تكون الإجابة future continuous إذن what you will be doing لأن الدليل عندي in 10 years time الجملة البعض we fossil fuels like coal and oil in 10 years time احنا مش رحين نستخدم لا الفحم ولا النفط في العشر السنوات الجايات هاي كمان in 10 years time انا بتوقع انه ما نستخدم لا الفحم ولا النفط في العشر السنين الجايات لان نستخدم مصادر طاقة مثلا متجددة هنا هي الجملة لو كان بدون 10 years time رح اجوبها will not use بس في العشر السنين الجايات اذا اجبار اجبار اقول بما انه في عندنا في will not be using الجملة اللي بعدها الانترنت مصادر مصادر الجملة اللي العلماء رح اكتشفو حيا على الكواب الكب الاخرى الجملة اللي بعدها you buy the time you are 60 retire هل انت رح تكون قاعدة لما يصير عمرك 60 ما هي في buy the time you are buy the time you are are ايش هي فير one buy the time you are 60 هل انت بتكون قاعدة وعند في حالة السؤال فمقدم رح you have retired by the time you are 60 رانا this time next week she will be on holiday طي رانا في هاي اللحظة الاسبوع الجاي رح تكون ما بتشتغل لانها بتكون بالعطلة يعني زي هاي لحظة الاسبوع الجاي بتكون شغال لا إذن بتكون بالعطلة إذن هنا معنى جملة ش رح يكون مستمر إذن will not be working رانا مش رح تكون شغال هاي اللحظة زي اليوم الاسبوع الجاي لانا بتكون معطلة الجملة اللي بعد يا i am only halfway through my home work انا وصلت نصط الواجب i it by the time the teacher arrives مش رح اكون خلصت بوصول المعلم by the time the teacher arrives there one مع s انا هسا وصلت نصط الواجب فما بيجي المعلم ولا انا مش مخلص يعني by زائد المستقبل اذا i will بما انه not have finished ما بكون خلصت مع وصول المعلم please اخر جملة please come at it by the time i my homework and we can go out تعال الساعة ثمنية يعني ما تجينيش هسا تعال الساعة ثمنية by that time يعني by الساعة ثمنية بكون خلصت الواجب وقد نطلع اذا انا سيكون الفعل اشمال مكتمل اذا سيكون اذا مكتمل اذا سيكون سيكون اذا سيكون اذا 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 سيكون جملة الموجودة في الكتاب من صفحة 89 إلى 92 تحلوهن ونشاء الله بنطلع معاكم بحساس الونلاين عشان اننا انجاوبها يعطيكم الف عافية واي استفسار اي ملاحظات اي اشي يريد تبعتولنا على اللهم صلى الله عليه وسلم على القروبات او على الخاصة اللي بتكوية يعطيكم الف عافية ونراكم اخير